هيدا النبتة اسمها العلمي سوفوكاربوس تيتراجونولوبس أما اسمها الشعبة بيختلف حسب تسمية المنطقة العلق منها بيقولها أصابع زينب أصابع عم زينب استخلصت منها بعض المواد التي أكدت بها الفعاليتها كمضاد للالتهابات بنسبة 96% تقريبا ومضاد للأكسادي أنتي أكسدانت بنسبة كامل 100% سجلت فيها براءة اختراع محلية بالإضافة إلى نشر مقالين علميين بمجلة MDPI لا تتصنف كأهم مجلة عالمية باستكوارتائي الكيوان والهدف الأسمى من هذه الدراسة كلها تكون حقا بدين على الأدوة زاد تركيب الكيميائي التي ممكن أن تسبب في بعض الأحيان تجلطات سكتات دماغية تلف بالكبد وغيرها من الأعراض الجانبية